منزلة نبي الله إبراهيم عليه السلام منزلة عظيمة وهو أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فجميع أنبياء بني إسرائيل من ذريته ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من ذريته لأنه من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ولقد اصطفى الله إبراهيم واصطفى من ذريته الكرام كما قال سبحانه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وآتاهم الله من فضله الكريم الكتاب والحكمة والملك العظيم قال جل وعلا فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وقال سبحانه أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً وبارك الله عليه وعلى آل بيته وعلى آله وذريته رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وجعل الله في ذريته النبوة والكتاب ووهب له إسحاق ويعقوب وقال سبحانه ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال جل جلاله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وإبراهيم هو أحد أولي العزم من الرسل قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتب إليه من يشاء ويهدي إليه من يريب